عايز علشان مسألة إيجاد بعض الحلول اللي هيبقى من شأنها حل للتجار وبالطبيعة الحال إنه ده قد ينعكس على السعر بتاع المستهلك وإنه بسأل دكتور طارق بما إنه المبادرة الرئاسية قادرة على تقديم العربية اللي هي بتشتغل بالغاز بسعر أقل إذن ده معناه إنه هل من الوارد إن أنا أوسع شوية نطاق المركات والأنواع اللي أنا باستخدمها في المبادرة الرئاسية وبالتالي أتوجه للتجار بطلب المزيد من هذه المركات فهيبقى أنا باخد مركات ممكن تبقى عالية خالص مش عارف ألماني وبريطاني والحاجات اللي زي كده مركات أقل شوية وصولا إلى المركات الصينية وبتخش على المصارع بتاعت التحويل بتاعتي خليها شغلة بالغاز أنا لو خدتها من الروابط أو من الربطة هيبقى في الحال اللي بشتري فيه عربية غير ما بشتري فيه ألف هبقى خلصته هو من كمية كبيرة جدا من العربيات ونشطت عملية البيع والشراف السوق ومن ناحية تاني أنا خدتها بسعر أقل أقدر أقدمها بيه للمستهلك أيضا بسعر أقل أصبح هو مش خسران والمستهلك سعيد هل ده وارد؟ يعني احنا نقول بداية أن منذ بدء المبادرة وهناك تكلفات رئاسية بالفعل بتوسيع قاعدة المشاركة للمواطنين والمواطن هنا مش المواطن بس اللي بيشتري عربية أو اللي عايز يعمل إحلال عربية لا أنا كمان الشركة المنتجة باعتبارها مواطن حلو ما هي شركة مصرية بيعمل فيها مصريين هي مستهدف بالضبط فبالتالي المواطن هنا هو المواطن اللي داخل يعمل إحلال عربية والمواطن أيضا اللي هي الشركة اللي بتنتج هذه السيارة لهذا المواطن وبالتالي هناك بالفعل المبادرة مفتوحة لمشاركة أي شركات تعمل داخل جمهورية مصر العربية في مجال إنتاج السيارات المبادرة مفتوحة لمشاركتها ولكن هناك شرط أساسي بتضع الجهات الفنية والجهات المعنية إن منتج هذه الشركات لابد أن يكون محتوى يحتوي على منتج محلي لا يقل عن 45% وده في إطار زي ما سعدتك ذكرت توطين صناعة السيارات في جمهورية مصر العربية وبالتالي أي شركة مرحب بها أن تشارك بأي موديل وبأي نوع سيارة طالما أن يتغفر فيها هذا الشرط الفني وهو أن يكون بهذه السيارة مكون محلي لا يقل عن 45% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر